بضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكمه نفخ الصعيد الباقي على الكف بعد الضرب وقبل أن يمسح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب على الضرب نفخ في كفه ثم مسه إذا فعله لا بس بذلك نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة